الواقع التجاري والاقتصاد في لبنان عم بعيش أزمة غير مسبوقة ومنى وليدة اللحظة إنما نتيجة تراكمات بدأت من العام 2011 وصولاً لمنتصف العام 2018 وازدادت حدتها خلال عامي 2019 و2020 بلشت بأزمة الدولار وانهيار العمل الوطنية ومن بعد ثورة 17-20 وصولاً لأزمة كورونا اللي كانت بمثابة الضربة القاضية وأكبر مثال سوء برش حمود يلي بين عاد رئاءة اقتصادية بتتنفس في عدد كبير من المؤسسات التجارية فالبعض منها اضطر إنه يسكر بشكل نهائي فيما القسم الثاني بمثابة شبه مسكر مع تراجع نسبة المبيعات نتيجة تراجع القدرة الشرائية لدى جميع شرائح المجتمع وفقدين وظائفهم نصيل حركة حركة مين بديش تريطيب؟ ما حدا بقابله بالكماليير بقى عيني كل شيء وقف ما في شيء العالم اللي بتبقى تبيع بلتبيع بس تتاكل عالم ببيع بخسارة حركة تمام عظيم كله ماشي شغل ماشي بلد ماشي حياة ماشي شو بتيصير بما تحصل من هاي؟ حمد الله حمد الله كتر خير الله يعني خفيفة قليلة لحركة ما كان فيك تمرعي من هيدا الشارع حتى السيارات يعني سو هلا اخف كتير هلك ناوي تشتري شيء يعني؟ لا لا مش هالقبدي هلا إذا طلع معي شيء مهم قادر تشتري يعني نظرا لارتفاع الأسعار عم تقدر تشتري؟ لا شوف صعوبة وفكر قبل ما أخذها لو عم بشتغل بشتري ناس من دون كمامة لأنه مش معامنين فيها وناس نسيتها وبدوا مين يذكرها فيها ولكن القوى الأمنية كانت بالمرصاد وسطرت محاضر ضبط بحق المخالفين ما في فيروس كورونا مين قال لك في فيروس؟ ما فيروس كورونا مين قال لك في فيروس؟ ما فيروس كورونا ليه مش حاطرت الكمامة حضرتك؟ منحي حالك طيب زكرتيني يا قدام التزم اليوم ما دعم حضرتك بالإجراءات البقائية؟ والله حسب 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 أنت بدورة شهدة الأسواق بمنطقة الزلقة إقبال تجار دعيف رغم التنزيلات تتصوري المحل بتشوفي أنه المحل فاضي وعملين 50% جميلاً بالأيام العادة ما فيه قاعد أحكي معك بيكون العالم وقفين بالصفة جبرت شيء لموظفتين من عندي من المحل ما فيه مصاري منهم أنا نشتري ما فيه يا ريت حركة ميتة خجولة ما فيه حدا بالسوق العالم عم بتشكي ونحنا منهم يعني الدولار هلأ سهل عشر تلاف شو نطرة من العالم ما بعرف لا أنا بفضل اشتري المواد الغزائية هالقصص التية مش عبطلع فيها وكلنا ويسرنا في سفر ما فيه حركة البلد بالعينية الفائقة على كل الأصعادة وإذا استمرينا من دون حكومة وضل الدولار طالع طلعته فرح نكون أمام واقع فاليش لا تعاليش